ومشاهدين الكرام أجرت كاميرا إكسترا نيوز عددا من اللقاءات مع مواطنين في عدد من المحافظات للتعرف على مطالبهم من الحكومة الجديدة نتابع بعضا من تلك الأراء بنطلب من محافظة القاهرة الجديد الآتي القاهرة محافظة سياحية من المقام الأول فأنا المطلوب منه أنه ينظف شوارع القاهرة من المطبط المكسرة اللي السياح بيتعرقلوا فيها في وسط البلد وده شكل غير حضاري كل متطلباتنا أنه نشوف تطور في الطرق أطلب خدمة من سياحة المحافظة أنه يبص الموضوع الشباب اللي شغالين بالعقود في المصالح الحكومية لأن الموضوع ده حضرتك بيمثل عدم استقرار لبعض الشباب اللي شغالين وعدم انتاجية وكفاءة العمل بشكل أفضل لأنه مش حاسس بالأمان فأرجو أنه نطرح الموضوع ده على السادة المسؤولين في الدولة أنه يتم تقنينه بشكل رسمي مطالب المحافظة الجديد أنه يهتم بالرقابة على الأسواق أكثر أن في ظل التضخم بقى فيه اختلاف كبير جداً في الأسعار وده بيخل المواطن في حرك كبير يكون برضو فيه رقابة على المواصلات تسعيرة التاكسي تسعيرة المواصلات العامة يهتم برضو بنظافة الشوارع الصرف الصحي لازم طبعاً تكون الشوارع كلها نظيفة بمظهر إليه ببلدنا المحافظة الجديدة عايز ينزل الشارع يشوفني وشوف غيري ويعرف مشاكلنا الفعلية ويحاول يحل اللي يقدر عليه أو مش لازم حل كل كامل يقوم يحل حتى حل جزء يقوم يريح الناس مراقبة الأسعار لأن الأسعار والتجار في جاشع وما فيش رقابة فإحنا طالبين من سيادته أنه هو يحط لجنة ترائب الناس اللي هي بتعمل الأسعار العالية دي علينا أنا بطالب من المحافظ الاهتمام بالأحياء والجهاز الإداري في الأحياء مطالبين أنه هو يهتم بنظافة المحافظة أنه يستمع لوراي الناس مطالبنا هتكون إن شاء الله مطالب عادلة يعني يبص لنا على الطرق والمية وخصوصا المية في الأريف في القرى يعني بتبقى ما يعز نوع من الرعاية شوية بالنسبة للكلور والشابة والحاجات دي والله هي الكهرباء اللي مشكلة كبيرة يعني بتقطع على قفية فال وفيه حاجات بطبوز تحديد الأسعار تمام الركابة على التجار والأسعار في السوق برغم أن الإسماعيلية يتم عليها أو تجري عليها فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي ومهرجان السينما التسجيلية الدولي ولكن لا نشعر بتلك المهرجانات لأننا لا نشعر بتلك المدينة التي كانت ربيع دائم في مشكلة في عدم التنصيق ما بين المؤسسات وبعضها هو القطاع الكهرباء اللي هو مش منتظم تلس ساعات مرة مرة ساحتين عايزين نعرف الموعيد نعايزين نشوف مثلا منطقة مثلا زي منطقة كفر الجزار بالنسبة لتكدس السيارات في المنطقة دي بتخلي مثلا الطريق صعب خاصة في وقت الزروة اللي هو وقت خروج الموظفين دي من الحاجات اللي هي السلبيات اللي موجودة برضو من ضمن السلبيات اللي موجودة برضو في منطقة كوبري الرياح التوفيقي برضو بالنسبة للبيعين المتجولين برضو الموضوع زاد عن حد واول بل بين العدل في كل حاجة اكتر من كده بفيش والمظلوم ياخد حقه يبص المواطن البسيط نمرة واحد يبقى اي محافظ همه انه يبص على المواطن البسيط اللي هو امكانياته محدودة علميا او ماديا